عدل وعندها حزب مرخص وعندها أربعة أحزاب سياسية ما مرخصة من هي الإمام الموليتاني معانه اتلاف نحاول تجد والله قال نحن أسسنا اتلاف نقالوا اتلاف دوت العدل دور نتكلم عنه خلال الكلام المهم نحاول ما نطول الليلة بي لطولت مؤخراً في اللائفات اللي كنتم تابع نبقي نقيس مباشرة بيت القصيد ومربط الفرس ونقول أولاً بادي بدينا أن هذا اليوم يوم 25 نوفمبر هو عيد تأسيس الجيش الوطني الموليتاني وبهذه المناسبة نبقي نهن جيشنا الوطني وذيك الأغلبية الصامتة فيه من الجنود والضباط والضباط الصف والقيادات وترحم على شهدائه جيشنا وعلى واقفة إجلالين وتقديرين ماهي مجامل ولاهي خوف الأطمع أمام الأغلبية الساحقة من قواتنا المسلحة الصامتين الواقفين المنتظمين من الأجل المحاوظة على التراب الوطني وعلى الاهتمام بالذل يعنيهم اللي هو بحفظ الحوزة الترابية الوطنية اللي هي حجر الزاوية وهي أساس المبنية لها الجمهورية الإسلامية الموليتانية وهنا وهني كافة أعضاء قوات المسلحة الموليتانية الوطنية ولهي لوحني ذلك نقاشنا قدتوا مرات في هادثة لايفات اللي هنا نرشع له الليلة ياسم الناس يعتبروا تابو والله ما يبقي يدخل فيها غيره ولابد منه ومشكل مشكلة الموليتانية نبقي نقول عني راجع عند مناتباك تابو اسم هذه المناسبة الليلة اللي هي مناسبة تأسيس الجيش الوطني الموليتاني 25 نوفمبر عني راجع عنه ومتمنى عن الناس اللي عندها رأي في هذا الموضوع من القادات الجيش ومن العقلاء الوطن ومن الناس اللي تخرص المستقبل ومهمة عنده أهم عندها من تخرص اللي لا يجي فكره وشتفضل بناها والله اللي بين يديها حالا تخرص المستقبل الدور المستقبل الدور الشاشرة والتركيز الأجيال الصاعدة عنها تقول الحقائق الحقيقية في ذلك اللي يتعلق من موليتانيا معناها أنه نبقو جيشنا الوطني يبعد أكثر عن السياسة وخاصة قاداته ولا يولوث بها ولا يقحم في الميدان السياسي يفتعد عنها أكثر فأكثر ويخلي تعود عنده نخبة مدنية تحكم الدولة الموليتانية معناها أننا من الناس اللي نعتبرون نحن في الموليتانيا قلناها عدة مرات خير السنوات الماضية أن الجيش الموليتاني ليس هو من يحكم موليتانيا الذي يحكمها هو مجموعة من الضباط التي تحكم باسم الجيش فللجيش خولها أن تحكم باسمه وللشعب اختارها لكي تحكم باسمه معنا ما عنده تفويض لا من الجيش ولا من الشعب الذي هو سيد الجيش وهو الذي ينبهق منه الجيش وتنبهق منه كل مؤسسات الدولة بما فيه المؤسسة العسكرية مؤسسة عسكرية مؤسسة محترمة ومقدسة عندناك المؤسسات الجمهورية الأخرى وركن راكين وحرز وصمام أمان للوطن ذلك الكلام كامل اللي نقال نحن قليل أنه حق عندنا يغير أن نعتبر عنه ليس من أماني الوطني ولا من مصلحته ولا من الحكمة عنه يتم هو المتولي تسيير شؤون الدولة الوطنية المدنية بعد مضي خمسة القرن الواحد والعشرين وهذا نرى عنه كلام أعي ما أقول ووازن فيه كل كلمة ولا بد أن ينقال معنى عنه ما يقدر تم تسيير الدولة المدنية الجمهورية النظام الجمهوري بسلطاته الثلاث البرلمانية التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ما يقدر تم متعول عليه السلطة التنفيذية ومتعول عليها مجموعة ضباط ما أعطاهم الشعب الموليتاني تفويض مكتوب ولا متفويض معلن معنهم يسيروا شؤونه ولا أعطاهم الجيش المولي تفويض واضح معلن معنهم يتم جيش مؤسسة وانتظمة ونهنوها مرة أخرى بسم عيدها الوطني اليوم للجيش الموليتاني وراجعين لها التوفيق وراجعين لها إن شاء الله مزيدا من القوة والمنعة والهيبة وتحسين وتقوية القبضة على التراب الوطني وحماية الحماء وحماية الديار كما نقول وجيش موليتاني مالوي ياسر له 60 سنة زايدة شوي معيض اليوم بعيده وعنده حوسة فرابية من مليون زايد من كلمة مربع ما عنده الوقت أنه يقحم رأسه يفتعين رئيس لجنة سيني ولا عنده الوقت أنه يعين منه والي ولا يعين منه سفير ولا عنده الوقت أنه يتخلف الأحلاف في الولايات وفي القراء ويعودوا قادته يدخلوا شؤون القبائل وشؤون الأفخار وشؤون الجهات ويعودوا يعينوا مدراء الإدارات ويعودوا يسترعوا بيناتهم ويسترعوا مع المدنيين ويسترعوا مع العسكرين لا هي مهمة ولا هي طريقة ولا هي هي اللي قسم عليها صنة حملت السلاح ما قسموا عنهم يدخلوا الحزاب السياسية ويتموا يشرعوا الحزاب ويتموا تحركوهم وتموا يتبادلوا على السلطة الجمهورية ويتموا منين إلى ثلاث منهم جنرال متقاعي يبضوا يطيب بلد الراس ويعقبوا يتدائقوا بيناتهم ويعقبوا يتقالعوا حزب السياسي هذا ما هو اللي مكتتب له جنود والضباط والضباط السامون ولو هو اللي مكتتب له ما هو المؤسس عليه الجيش الوطني اللي اليوم يوم عيده وأنا مهنه بعيده كيف تكون كاملين وفرحان به وأعتز به يغير أن نبقوه ينآ به عن مستنقع السياسة السياسة ما هو أنها تعود من السواء الله خبيثة السياسة الصالحة لأسف الشديد ياسلم للناس يعد للسياسة المعين صالحة ويدنس المفهوم السياسي قد تكلمت عنه مرات عن المفاهيم منها فاسدة موريتاني وعنها من أفسد المفاهيم الأكثر فاسدة من مفهوم السياسة لذلك ياسم الشاب يقول لك أنا ماندور السياسي اللي كان في اللايفات الماضية في البوثوذات الماضية كنت ندعي إلى أغلبية صامتة لأكثر من مليون موريتاني عنها تتمتقح مراسة السياسة الصالحة الصادقة وتجيب وتمارس السياسة وتصوت وتسجل على اللوايح الانتخابية وتصوت ضد الباطل وتصوت مع الحق ضد الباطل ومن أجل الحق رغم عن الديمقراطية منقوصة وعنها ضعيفة وعن الانتخابات مشوهة والجمهورية مشوهة لكن سبب التشويه كامل وأصل الخلل هو إقحام ما هو المؤسسة العسكرية إقحام بعض الضباط في تسيير الشيء العام رغموا ليشوا واحدين يقولوا وكل خس منهم المدنيين لا لاك خطأ المدنيين أخمس ملايين من رواقيج لكن المدنيين الذين يختاروا هم العسكر للتسيير هم الذين يفسدوا البلد وهذا خطير يا عبي اللي فيه فخ عن الحاكم العسكري يقولوا من الموثوق يعودوا على بابه فرحلة معينة والله هم واليصلاح ما يعرفوا ما هو متكون على سياسه يعرى الديسسبلينة اللي هو فيها والضبطية اللي هو فيها والمؤسسة والمنظومة ولا شي نقال له والاحترام التراتوبي ما هو اللي يصلاح للسياسة به اللي رقاشة رقاشة معدل تكوين عنه يعود قائد عسكري والله قائد منطقة عسكرية والله قائد ذكنة والله مسير لحرب والله قائد أمني والله يهتم بالاستراتيجية حماية الحدود ما يقدر يعود يعين وزير الاقتصاد والتنمية من ينطرحوا للسيفيات اللي اخترابيناتهم ما يقدر ومن يقال له من يعين سفير في موسكو والله سفير في باريس ما يقدر يقرأوا وراق اعتمادوا سبقهم شي يسلمهم ما هو من ضعفه بالله ما هو تخصصه ما يطوين دار فيه ما يطوين قام فيه شي خلق من ينترأس رئيس عسكري كيوتي اللي خارق مولي تاني من 78 تقريبا إلى ورك ما عدا سنة والشي 15 تشهر مضاه والشيخ عبدالله يا رحمه رئيس ما عدا للك هم سمن العسكر حتى الآن ويتبادع للسلطة وفيفسدون أنفسهم ويفسدون علينا سياستنا ويفسدون الجمهورية ويفسدون الدولة ويفسدون المدنيين وهي المدنيين اللي يحوزهم منهم اللي لا يعودوا وحدان اللي يبركوا بهم معناها عن رئيس من يعود عسكري والله خنفيته عسكرية حتى العاد نيته زينة والعاد طيب والعاد مصد حياته يفهم هو أنه ما عنده القدرته على اختيار الأعوام من المدنيين بهلي ما كان يشتغل معهم ولا يعرف خباياهم وتخصصاتهم وتخمرزهم وبالتالي كيف تفهدر خلق ذنروا إساء والسعى يسقطوه عقبو فخ ما يعلموه السرقة ما كان يعرفه ويعلموه استخدام النفوذ الحرام ويعلموه الدخوف القابلية ما كان يعرفه كان ضابط محترم قاعد يزبله وقاعد يزكنته ويعلموه التوازنات القابلية اللي ما يحق في صالحهم ويعلموه التعيين على المصاهرة وعلى المصادقة وعلى الشمام الخزو ما يوفو ويقحموه أمور ما يعرف حد هي شن هي بلا أول بلا عقاب مع أنه يحوزون أولا المدنيين وما يقدر يختارهم انتم تعرفوا عنه أكبر الضباط وأكثرهم شكرا أكبر الضباط بصفة عامة والله جاد في العسكر بصفة عامة ما يقدره قطعا يعرف تعدال هيكل حكومة ما كانت تقرأها ما من الأمور اللي يتقرأ له تقرأ له أمور أخرى مهمة تتعلق بالأمن الوطني والدفاع الوطني غير ما يقرأ له بسمحر يعدل هيكذا ينقالوا التحليل الهيكلي للحكومات اللي عنده مختصين فيه في الاقتصاد ينقالوا لانالي سيستاميك دي كوفيرنامار ورهما دائما رؤساء العسكر اللي يعدلوا انقلابات والله يوصلوا السلطة عن طريق الديمقراطية الماء حقيقية اللي يضارك مناس تشعلينا دائما من نوع واحد المتل يشكل حكومة يعيض رواحد المدنيين يعرفهم شخصيا وقد ذكركم أنه موناتي السيد الرئيس يشبيه الشيخ مالعين قال لي فموا ولا جاحد إليه لذلك اللي ينقل هون هو سياسي عنه يصبح يطولوا بعض العسكر ما ليساميهم إياك ويعدل لهم هكرة الحكومية ويطلق للميقر لا يعرفه ويقول آمين يعدل لهم هكرة يغير يقل لهم هكرة يعدل لهم هكرة حكومية زينا اللي عنده لازلنا عند الكادحين ولازلنا عند الإسلاميين واللي عند التكتل والزينا عند السياسي الفلاني والتالي تخسر الدولة برمتها برمتها حتى لا يقع لا عاد فيها كامل وقليلهم ذلك لا يتولاوش من المدنيين لا يخترهم هو اختيار ما مصالح لا يخترهم عن طريق قبيلته والله عن طريق معرفة بينه هو شخصية مع رقاج لا يدلوا ذلك ان لا كرقاج هو شبه الواقج لا بدهم يختر من المدنيين وزير اول ويشكل حكومة انطلاقا من التوازنات القابلية واللونية وجهوا واحدين يردوا عليه شيء في اخبار الحقوق الانسان ما هو حق بيه اللي ما يعرفوا هو كان متكون في الجيش اذا شمل الأمور ما توفوا ترتد على الحاكم العسكري ويزقنوا به مجموعة ينقال له البيطانة لا متراج بيطانة من المدنيين وشاكوا عنهم يمثلوا المدنيين عنهم يمثلوا النخبة وما يمثلوا النخبة هي اللي هو النخبة ما يجابر معاها ولا يعرفها ولا يقرى معاها ولو مطلع عليها كامل للنخبة اللي بالداخل والخارج وتزقنوا به ما ديتم يقول هذا هم المدنيين اخوتي انا قعقل مين اشفر حكومة نعينها انا نتقلي عن رؤساء ما نعطي ساميهم رؤساء حديثين من صنادرة حاكم الموريتاني عن طريق الديمقراطية رمية حقيقية والله موليقا على الحكم العسكري لفج المباشر عدلوا عادوا يقولوا نحنا ما رأينا حد نعدلوا وزير قدنا لا بدنا نرجع الوزارة القادمة بهم اللي يخرصوا اللي يقدوا وحد يخرص اللي خمسة الواجيش عرفهمه والله قال ليهم كانوا عن صندري واخر سابوه ما هو لا يقع للأخر ما قاس معهم الجامعة ولا يقرأ كتوبهم ولا قرأ مقالاتهم ولا يخرص محاضراتهم ولا هم تابع ولا جابر معهم يقدعون والله ما اللي يجيبوله قبيلة رقاجين والله ثلاثة والله يجيبوله عشترة وخمسة الواجيش والله ستة والله يتنفلوا صهره والله قريب والله أخوه كبار منه يقولوا رأينا كفلان ذا دير وزير لغيرهم مئات الآلاة من الأطر من المهندسين ومن الأساتير الكبار والباحثين في الداخل وفي القارج اللي هو ما عنده أي اتصال بهم بل إنه لا يمكنه أن يتصل بهم باللي بينهم المسافة بينهم ما تسمح للاك اللي نخبه الحقيقي المصلح ما تسمح لولي حقه هو للاك لا بد يسويه شمن النفاق والتملق وشمن التلفونات اللي شمن الرواقش اللي ما ساوي الكلام معاهم من حد يعد وزير ولا يعود عنده علاقة بحد والله ما لنوع من التملق والنفاق والغربال اللي بين الرئيس العسكري الغربال اللي بينه معا يوصل للنخب الحقيقية الصالحة إن شاء الله تعود خالقه ما هي قابلة لذلك النخب لا تسمح لنفسها ولا ترضى لأنفسها ولا تسمح لها كرمتها أنها توصله عن طريق ليك الوالي توصله عن جي تبيرك تحته تطيه سيرة ذاتية تقوله حق الله عينني والله حق الله دينني وزيره عند النصر هذا ياسم الناس اللي يسمحوا لي نفسه به وبالتالي الناس اللي لا تعرفون شكونا ما يخالق ولا أدعي أنني منها ولا أدعي أن يقع لي هو أحدا منها يغذى خالق بعد رهوالكم وما كان أعطاه ربك محظورا خالق يا اسم المولي تاني ينعرفون في الدارة هالواجي كبار ينشيبوا ما يشتغلوا في الوظيفة العمومية ما يساويرهم أبسهم أنا مش بيطلبوا إياك إن داروا اللهم اللي يعني يجيبهم مراه والله يجيبهم يشير والله يجيبهم خطهم والله يجيبهم ضابط كابيتين صاحبهم يقولوا أقدموه لان ديروا وزير لذلك تخسر الرواية برمتها تخسر الدولة برمتها هو دائما منكرر عن الإمام الحضرمي في كتابه لإشارة في تدبير الإمارة الذي يسمى بكتاب السياسي يقول عن الشرط الوحيد في ولي الأمر بالرئيس عند نحن هون عن القدرة على اختيار الأعوان الأعوان لا بدروا دون مدنيين هم يحدى عادة الحكومة من العسكر كاملة معانا العسكر فيهم واحدين يصلحوا بعدها فيهم واحدين جيدين وعادوا فيهم المهندسين وفيهم الباحثين لما يقول يأك نعود وندرنا تكلم لكم بخطاب واقعي يعني ما يرضى يعود العسكر هو الذي يسيره شؤون الدولة ما يتوسع خاصة أنه وقع مول جيش إلا بعض أفراد الجيش قطوا عدلوا انقلابات مرحلة معينة ثم يتبادلوا وعدلوا انقلابات على بعضهم وعقوا هم يعدوا انقلابات ديمقراطية كيف تلي خارج درق يعملوا آلة الدولة واجهزتها والقبائلين اللي بدأون للدولة وال الخلق المتبدي والخلق المتبدي والخلق المخايفٰ والخلق ما يقولو عن الضوء لم تتعالد الفرادية وهو الأكثرية هي ه quedي الأغلبية متكلمة المت Architecture ما هي smile que vous state aании هكذا لكم أغلبية المرويتانية وساكنين في البوادي أيهما للمرويتاني الساكنين فى القرى وتحكم فيهم سهل جداً أي رئيس يسوا ه من هو في هذه الدولة معسكري أو مدني حين أن ينجح أنا قسك عن صفحة عن ايboarding لهم يشبع Hangulan 51 ثم والله من خمسة ملية هم عندهم آلة الدولة وفضتها ورجال العمال كامل ما فيهم واحد يقولون معارض يقولون معارض وعندهم ورسالة القبيل ما خالق رئيس قبيل يقولون معارض به له يخلط له ما تنعينه لغاج لا تنقبض له استاجير ولا تنقبض له شيء يسوه بوشنه ولا تنقبض له الحجة هذا اللي يعتطي الدولة ما تنقبض له وبالتالي حد عنده آلة الدولة كامل يعتقد أنه نجاح 0.90% أنا نفسي عندي أنه نجاح 0.51 حتى يلعاد التصويت في الاختراع ولا سيني والتخايم ريس له ومعد يلعاد التصويت مزورة لحالة تلك لأن إرادة الشعب مزورة هذا يعظل تعرفون الناس تعرفون أنه خبل المهتم بها من يتعود إرادة مطوعة مدجنة من يتعود الدولة مدجنة ومستخدمين وسائلها وآلاتها ومعاهم القبائل وزيجيهات ورجال العمال هذا حد ما نجح له كاتف هالهم ولا يعني أنه يصوي عوده بكم وعليل وبلا شخصية وجهل يعني أنه ما خارج حد قل منه نزول بركة المهم نرجع لأنه نقول عني أنه مرخ الجيش الوطني عيدوا هذا اليوم وراجلوا أن ينقى بنفسه وعننا نجبروا عقد اجتماعي جديد يعدى الموريتاني عن ذلك الجيش يمرق من ما هو الجيش كاعي وما هو السلطة الحقيقة المؤسسة العسكرية بريئة الموريتانية وهذا أنا أكد عليه ولي سنوات كروا عن الجيش الموريتاني موكيد الجيش الجزائري ولوكيد الجيش المصري اللي حاكم فعلا خارج الجيش حاكمة فعلا هي اللي تمد ما للسلطة وتفرز من هاللقاج تقدموه وتحاكم ولقعك أنه فيه نوع قاع من الديمقراطية الشيئمة هذو بعض الأشخاص يستولع للسلطة مرحلة معينة من همانية وسبعين الليلة يتبادلوا السلطة بأشكال غير منتظمة انقلابات داخلية تحويرات وتغييرات داخل لجان عسكرية وعقد جهة الديمقراطية تواحد وتسعين اللي مفرصين عليها وراخي طابل وبول يعود يخدص عدو التوزينة يعود عنده عدو القبالي يسمعونه وكل قبيلة فرضا يعود الفدرالي يعود منها ولقد حد المعارضة مات الفرمو شوي في نواكشوت وفي نواكشوت وفي الزوارات وبعض المدن اللي كيبتالي كان ها ها متمل الصين من القبيلة شيئا ما ذاللي بقى منهم ما ينقل في الانتخابات ينقل شرب الداخل منعكم تخزوا بروسكم هذي ما يديمقلاطية حقيقية الجمهورية ما يديمقلاطية حقيقية وعناصر الجيش والأول الجيش الجيش ما هو ماسك بالسلطة موريتاني ماسك بالسلطة عناصر من الجيش باسمالجيش والجيش ما هو عاطيها له ليس مكتوب وللا صوفت عليهم شعب أبعد من ذلك الشعب ماي عطيهم نوجك بعيد deeply باسم المهاتسة المحترمة مؤسس الجيش حقيقةً المهاتسة مقدسة عندنا مهمها عندنا ومهنئنها بسم احتفالها ومهنئن الرس النبيهتول مواسسه وما حمات الديار مدى عندها ترابها مليون وثمانين ألف كيلو متر مربع اللي هو الجيش الموريتاني يالطوي ينزاد عدداً وعتاداً وتدريباً وينتشر انتشار واسع في الشمال وفي الشر وفي كل البلاد ويباع عاد يباع عاد يباع عاد ما هو صيب عن السياسة ما هو صيب للسياسة ما هو صيب للسياسة ولا الدخول في أتونها ولا هو أساخة ويالطوي يخليه للسياسين غير مملي يالله تخلق نخبة مدنية واعية وعلى المستوى وقادة تحكم ولا يواحدة في جمع الأموال ولا يواحدة في شوي ما ينفع ولا يضعيفة تعد نخبة حقيقية وتعود قادة تحكم هي الطرف الثاني من الجمهورية يعني هتسير شؤون الدولة الوطنية بشكل وطني وممركز ومحترم وتعود بنات لا بد من بنات من الداخل لا بد بنات حقيقياً لياك الجيش يرجع الوظيفته الحقيقية زاد هو كحماد ديار ويحمي حدود مليتانية مع عدد دول مليتانية عندها حدود مع عدد دول والتالي لا بد أن أوسل مساحتها كبيرة جداً وشعبها عدده ما هو ياسر الحل عنه يلوث لجماعة عن تظهر طبقة سياسية جديدة من المدنيين الحقانيين الصادقين راشي أننا نحن في ائتلاف دولة العدل اللي أسسنا مؤخراً إلى مليتانيا وحركة كفانا وخيار الحق والحزب الخيار الوطني وغيرهم من الجهات اللي ناقشوا معناها لنعدلوها نوات ويشوا الصادقين كاملين من الموالين الممعروفين بالنفاق والتملق واللي هاهم عددوا دولة حقيقية ويشوا الصادقين المناضيين الأماجد في المعارضة اللي ناضلوها اللي ما هم معروفين بخيانة الأمانة ولا بالتجسس ولا ببيع المواقف هذا خارق ياسم الناس يجمعوا ويعدلوا نخبة سياسية مدنية يالت تحكم مليتاني ويالت تسير شؤون مليتاني وتشكل الحكومات وتعدل دستور جديد وتعدل قوانين ونظم جديدة وتنظل غابرة عن اللي خاسرة من المليتاني وتعدل فضيفة عمومية صالحة وتعدل تصلح لأجور المرتبات وتقوم بالنظام صحي مضبوط ومضبقين في القوانين وتعدل العدالة وتعين قضاة الأوسو السليمة وتفصل بين السلطات وتبدأ تفرديل بالحق تبدأ تصحح الدولة لابد من نخبة مدنية متينة وعارفة عنها وواقع على عاتقها حقيقة تنظم كل شيء واحد تكاتب لي رخص التنقيب رخص التنقيب مهمة والمناقبين مهمين وعددهم يساوي عدد موظفي الوظيفة العمومية قريب من خمسين الهرقاج المناقبين مهمة هي مشكلة من المشاكل الكثير المتنوعة تنظم بلا صحة ولا تعليم ولا عندكم بومبيي ولا عندكم عناوين بريدية وعناوين التنقيب ما يحتاج تنقيب طرال ليامس تنظم لكم في ستين سنة قال لكم تعدل عنوان بريدي ما يتحدى يمشي رسالة الهرقاج من دار النعيم شرط وجني في البوسطة لا بدون يمشيها مع الهرقاج كيف تكسر إلى حقها لديكم أساسيات الدولة ما تخرج تبني للدولة خاسر تسييرها عماها كرشة مستلول عودها كما يقولون بالحسانية لكن سببه أن الحاكمين هما عسكريين إذا عادوا نياتهم زينا بحارتهم نياتهم زينا ولأهم دائما زينا نياتهم بحارتهم نياتهم زينا ما يقدوا سيروا الدولة تسيير صالح لأنهم يحوزوا عليهم بعض المدنيين يختاروهما عن طريق معايير ما يصالحة بالتسيير اللي هي القدرة على اختيار الأعوان المعايير التي يختار عليها العسكري الحاكم المدني الذي يعينه من وزير ومستشار دائما تقعد معايير خاطئة ومنين يحوزوا عليه يقعد يخزي به ما يقولون العسكري ما عاقل العسكري عاقل وجيد وعنده ساكمبيتانس في أمور أخرى يقولون الأمور السياسية من يخحان فيراس ويقعد ما يعرف شي يسوف المدني بسرعة وكم من المدني زينا لعسكري سوء عمله كم من المدني زينا لعسكري سوء عمله فأوقع به الحبس الأثنين ودائما يحبس للعسكري ويقعوا إن كترقع ويبقى المدني كعب وصحاح به اللي داخل في الكواديس قاعدين مع العسكري يجبون له تقارير مهم صالحين ما يقدفهمهم يجبون له مرض اقتصاد كاذبة يزينا له سوء عمله إذا كان عمله سيء وإذا كان عمله حسني يقبيحونه له ويقول له يعدل له تقارير المخابرات ويمشونه وتقالي عن جزارة الداخلية وهو كامل للمدنيين يقال ما هم المدنيين كاملين الموريتانيين المدنيين الموريتانيين قدت لكم عنهم أربع ملايين وللخمسة هذو مئات فقط قليلة وتلاحظون عنها دائما تتنقل مع نفس الأحكام من زمن الحزب الواحد من زمن المختار والداد جاءت لهيك التهديب للجماهير وعادت بير دي اس وعادت عادل شوي وعادت بير اللي عقب تدايقوا عليه ما رجعي تقول لي بلا فايدا شدد أخبار وعادت عادت 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 للمغرق ينقلو لبير عادو ينقلو الإنصاف وهكذا أكثر يتكى الناس اللي يدور في ذلك لك ترعي فيهم شوابين يتبادلوا على رؤساء بمجالس الإدارات ويتبادلوا على السينين ويتبادلوا على إشياء آخرين بيوملهم ونفس الأشخاص اللي عقلوا هؤل العسكريين عليهم وارذوهم عن العسكريين اللي أكبر منهم اللي فاسل المدنيين المدنيين الذين يحيطونه بالعسكري في أغلب الأحيان اللهم بعد ما هم كاملين عودهم وحدين ناصحين عودهم مصيرين هذا الكلام صراحة ويا الله ولو سناجيشت الأخبار ولو اعتداء ولو كلام ولو تهكم ولو اعتداء على مقام المؤسسة العسكرية ولو اعتداء على مقام الجمهورية الموريتانية ولو سب الأشخاص بعيونهم ولو ضد رقاش شخصك يقول الحقيقة لا بد من نصارحوا فيها عن الدولة الموريتانية الحديثة المدنية المركزية الديمقراطية الجمهورية مع بصر السلطات هذا ما يقدروا عسكري ومين يعود هو أحسن الناس نية وهو طيبهم ويعدل شيء متعدل فرضى عليه يزرب به مجموعة المدنيين بيه اللي ما يقدر يخترهم هو ما هو متخصص في اختيار المهندسين والأطر والمديرين والوزراء والمستشاريون الممكن له يمهام هذا هو ما ينزع له الوحي وذا هو ما هو متخصص فيه حتى إلى عال جنرال بارع متميز في الدفاع عن الحدود والبطن والله متميز في الكماند ما والله أخباري في الأنواع الأسلحة والتسليح والله أخباري في تخصصاتهم هم هذه الكاملة اللي يعدلوا اللي زينة ومهمة ولا بد منها ولا يكافي قاعد الموجود من هنا كيالله ينزال عشرات المرات ياك تحكم المؤسسة العسكرية الموريتانية والجيش الوطني يحكم قضته على الحدود التراب الوطني يعود مسلح أجهة وطمع كاملين شمالا وجنوبا هذا لا بد الجيش ينقى بنفسه ويوخذ كامل كمؤسسة ويوخذ قادته وينبر ويوحلو هذا يوحلو في قبض إحكام إحكام السيطرة على حدود الموريتانية وحفظها شمالا وغربا والمعابر ويوحلو فيه والأمن الجيوسياسي الأمن العسكري والأمن في المنطقة ومستقبل موريتاني ومستقبل أراضيها موريتاني في اسم المعادن وعندها الغاز وتحتاج الجيش جرار كبروا مولانا يحمي حدودها كاملة شرقا مالي تعرفوا حالتها وخطورتها مثل شدة خطورتها وطول الحدود اللي بين موريتاني مع مالي شرقا وجنوبا السنغال تعرفوا حالتنا معه وسوابقنا معه تعرفوا مع الجاران الصحراويين والمغارب شمالا والجزائر من ناحية عين بنتيلي والمحيطة ترسية 720 كم هذه لا بدها لهم الجيش كبروا مولانا جيش بحري وجيش بري والتالي ما يقود أبدا وأحلين قادتوا في السياسة وتعداد الأحلف واختيار من الله يزرق من الهولانية ومن القبيلة الهولانية وهي الهوغانية وهي التحتاني هذا ما يقدي صح نهائيا لا بد من تخلق وقفة صالحة وقفة وتأمل صادقة يعني حقانية بين جميع النخب الموريتانية العسكرية والمدنية يعرف عن لا بد من يخلق حكم مدني يحكم موريتانيا ولوه ذا أرى الحكم المدني لوه المؤسس ولوه ذا إنما هو تطبيع للجمهورية الموريتانية يجب أن يقام بتطبيع الفوئي النورماليزاسيون يقولها بفرنسية لا بد من تطبيع الحالة السياسية الموريتانية عنها تعود حاكمتها نخبة مدنية من الرئيس للوزير الأول للحكومة المستشارين للسفراء للوزراء المية وخمسين مدير عام لمؤسسة عمومية وشفر عمومية ومؤسسة وطنية من عند السنين من عند الانير من عند الصوملك هذا لا بد يعود كامل مدنيين ومختلوا لمعايير مدنية مختلوا لمعايير مدير يختلوا لمعايير مدير ومدير عام يختلوا لمعايير مدير لم يختلوا لم فرح ومعدل الحزب الحاكم النفس يتمل الملك وعنده مشاكل داخلية فهم يعتقل م Lynch اللي يعودوا راهم قادة عسكرياً وهذا غير مقبول ولم يعود مقبولاً ونقولوها بكل كياسة وبكل برود تعصاب وبدون تشنج وبدون أي شيء ما يصحه لو بناء ولو مستقبل موليتاني ليس في مصلحتها نهائياً أنا نجدد الدعوة للعقلاء من المؤسسة العسكرية والحاكمين هم نتكلمهم عن المؤسسة العسكرية نفسها نعتبر عنها حاكم الموليتاني عقلاء المؤسسة العسكرية والضباط الذين أخطأوا في حق الشعب الموليتاني بحكمه وهو لم يمنحهم سلطة لم يمنحهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك وأنهم يرجعوا يردوا السلطة لمدنيين ويختاروا جماعة مدنية ما يختارهم هوما يخلوا الشعب الموليتاني يختاروا وخلواها تفراث راسها شمن المدنيين الصالحين الذين يمكنوا أن يؤسسوا عدل الحكومة صالحة مفصلة للشعب الموليتاني وعلى حاجياته ما يكب �kach إنهماً من الدستور الفرنسي ولا يكب يكونيماً ولا من السنекال ولا من المغرب على حاجيات الشعب الموريتاني وعلى حقائقه وعلى أولوياته وعلى أموره الأساسية المهمة أنت تندك عن الرئيس من نجال وتقرير محكمة الحسابات ما يقدر يقرأه كأستاذ جامعي ولا كمهندس متخصص ولا كمحاسب ما يقدره ولا يقدره فهم ولا يطبق أولوياته الرئيس الذي كان عسكري يقدره تقرير أمني يقدره بئرات اللي جايين من الأمن والله جايين من الجيش لكنه أبقى والتقارير الكبيرة اللي جايين من المؤسسات الأممية ومؤسسات الدولية تعلق بالاقتصاب تعلق بمؤشرات النماء ومؤشرات الحياة الكريمة وتتعلق بالهيدروجين الأخضر والأزرع وتعلق هذه الأمور له لا بدنا حتى تقادر يهن هاردين قال لي عنها قال لي حد موثوق عرفه في الصدق كان حاضر لقمة المناخ في القاهرة اللي تركسبوه الله هنا قال لي أنه كان حاضر هنا عن مك يصل لهذا رئيس سنة قال مثلا أنه قاعد ما رحتني ناقش معه نقاش لي أنه هو مهندس عام سيتان انجينيرا في الإدروشيمية ما قال لهم العربية مهندس عام متوفي في المعادن وفي الأمور اللي هي وقاعد نعادل معهم نقاش قال لي أنه هو نغار منه نحضر له أنه يدخل معهم في كل صغيرات وكبيرة رئيس ما كيصل لهذا وقاعدوا ناقشهم لأنه نكري دروسهم الضرانية الخبراء ولا خليها شيء يستفد منه سنة قال ما قالوا له ولا خلي شيء يضر سنة قال ما أباع عنه قال لي أنه حضر له واحد موريتاني ولو جاي عن طريق لقوفرنا موريتانيا علت له تلوى دوركا وهو واحد موريتاني جاي عن طريق الواقع قال لي أنه نشاف أنه غار منه أنه غار أنه قال نحن ها هو موريتاني ونحن وفدنا في المكان اللي يحطر للجلسات العامة ويصور يمشي قال لي أنه حضر رئيس سنة قال أنه مفضل غبر عن هذو المخصصين حاز إليهم وقال لهم ما نقابلين هذه نقطة قلوها عنه هذا أرتيكل قلوها عنه لأنه رئيس مدني منتخب عنده سيرة ذاتي كيلومترية ولأنه يعرف المتخصصين ويقرأ الخبراء ويبات في الليل يقرأ التقارير اللي ما يقدي يفهمهم هم حد واحد من الميدان وهو عنده عنده باكبلي سويت والله باكبلي ست أنا هاي لأمور يا الله تعود مهم يا الله تنقال عن تسيير الدولة المدنية بعد مضي خمس القرن الواحد والعشرين لا بد من يرجع عن نخبة مدنية صادقة غير متلوثة ما هي متلوثة بسرقة المال العام وتسيير الدولة هذا هو مصلحة المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية ومصلحة الدولة المركزية ومصلحة الدبلوماسية ومصلحة النهوض الاقتصاد ومصلحة الحكامة الرشيدة وإيه مدد أنت المعلمين والأساتي ومعلمهم شوعة شرين فلقاش مولي تاني هم هذو هاي بدي تم ينقباض وزيرهم التهذيب الوطني لا يسيروا أمورهم ويسير مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب يسيرهم ورقاش خاتروا لا يصح لا يختروا لا حد يقد يختروا هو سيرته الذاتية وقد يفهم ويعرف المعايير ويختلع لهم وزير التهذيب الوطني ويعود شبعد قريب يمشي ويعودوا من الموالات وراءها لا تخارك من شروط لا أود أن يعودوا فيه فالذي كوزير الخارجية وقالدي الخارجية أمالها رواية كبيرة ومالها لواجهة الدولة ومالها şekilde 40 ممثلية في العالم من 200 واحدة من الدول من 26 دول في العالم ومالها الأمم المتحدة ومالها مستقبل موليتاني ومالها العلاقة بابانك الدولي ومالها الاستثمارات ومالها الشروط المطرح الموليتاني ومالها الأمم القومي هذا ما يفهم وما أحد قائل في الجامعات الكبيرة والله يكتر ايывать ويجرده chicos قائرين في الجامعات الكبيرة على الق блиin ويحوز عليهم ويناقش معهم كلمة كلمة ويدخل معهم في التفاصيل ومن هنا تقرير محكمة الحسابات يبات صهران عليه في الليل يقرأ حرفا حرفا باللي مؤتمن عليها أمام الله وأمام الناس ومن هنا تقرير مهتشير عام للدولة يقعد له الليل هو واحد وما يقوله معدول ملاقص ولا يعطيه المكلفة مهمة ولا يعطيه مستشار إلى خصوله يقعد له ولا 200 صفحة هذا 100 صفحة يقعد له ويقرأ حرفا حرفا يقبضه وقريم الحمر ويخطحت ويقول هذا المدير لألاش تقلعوه وهذا لألاش تديروه وهذا المستشار مالو وهذا دفتر للتزامات مالو مهتام وهذا الابيل دوفر وما لألاش ما توفه إذا من شغلة الرئيس الرئيس يقوله عنه سمسكنت الدولة وتخلصه ملايين من الفضل به اللي ما عنده ويكند ما عنده ديماس ولا يعطيه يقعد في الليل والأصهر ما هو الأخبار الدولة الموليتانية ولا يعطيه يبكر مع الصباح في أخبار الدولة الموليتانية ولا يعطيه يقعد ما يوفي تصبيح سلاته قال لكم أنا الموليتاني اللي فهم اللي خساراتك رئيسها ما يضع عدوه في تسبيل سلاته يالله يكتم يقول السلام عليكم والسلام عليكم ويجي قادوا كارن تويتري خراس به اللي كامل خاسر الرئيس دول الموليتاني يضعك يعدله تقرير على الملفات دائيني شيخ الرضاوي يقراه حرثا حرغا ويطرح فيه مئتين سؤال والله تتمين سؤال هذا ما يقدره جنرال المتقاعد الجيش الموليتاني مع احترامنا للجيش واحترامنا للجنرالات وعدم تجريحنا للإشخاص العاد الصقاع عاصلنا للجنرال الطيب واخيرت بيه وعنده آراء في الإصلاح العام ومهتم بالشأن العام ويحب الناس ويكره الظلم ويكره الفقر وطعن عنه عمولي تانينها ما يستفادها من خيراتها وعنه عدد سكانها مواس العاد متوفرين في هذه الشروط كاملة ولا قطق بص شي مهلو عايش اللاب خلاصه وعفيف ولا قطق شي يسوه وشنو ما وشلو هذا بشرط العاد في هذا كامل ما يقدر يختر وزير أول وحكومة من 29 وزير ومحافظ البنك المركزي ونائبه ووزير أول ومدير ديوان وزير الأول ومستشاري الوزير الأول ومستشاري أنه هو شو عشرين ومكلفهم المهام والقناصلة والسفراء حدود مية عندي عنهم بعد 40 ممثلة دول مواسية في العالم وكل هذه هي قنص صلو سفير ومستشار أول للسفارة بس ما يقدر يختر وزير وزير الخارجية ويختر مدير سنيم ومدير صناتهم ومدير صناتهم ومدير ومدير المساعق هذا ما يقدر يختره ما هو لغاج مدني عنده كريتير يمشي لها قاري في الجامعات يختر الناس متخصص يفهم العاد ما يفهمه يقدر يختر واحدين يفهمه حد الصلاة ما يقدر وما يمتخصصه هو ولا يقدر يختر واحدين يفهمه بله وهذه كارثة وهذا هو ناقعة فيها موليتانيا من أساس مشاكلها لذلك الحكام الرشيدة في ظروف الحالية يتبادل على الجنرالات السلطان يتوفى منضط واحد يجي واحد يقعد بله ما عنده علاقة بالحزب الحاكم الحزب الحاكم يقابل ويصف قلوه الذي قال يكساء لي بير أنه عنده زمن العبد العزيز هنا التالي قال لي بير أنه عنده مليون شيء منتسيب ليك مليون شيء ما قده واحد من يرشح للرئاسة عدرابد من ينجاب صندري متقاعد والله يجي تقاعد ويوخى عدريس كانت 3-4 ويقفى ودارة الدفاع اللي هو الرئيس الحالي وينجا ويندار رئيسه هذا المال المهزلة واضحة ومكشوفة لا يعلوها النوارك الملدي ربما في 24 يخلي علوه والله يترى الشيء تم مريتاني لها بحالته وتم إشرارة الفقرة لها بحالته وتم تأذر لتطي 225 وتم فلان يشقل المناقبين الرايحين ويطايحوا الهسيانة وتم تعليم اللافاس ويتم تعليم المدرسة ومدرسة الجمهورية اللاودرابي لأن اختيار الأعوان وعر الوظيفة العمومية فيها 50 ألف لقاش فيها 20 ألف وستاء ومعلم فيها 16 ألف من عناصر الجيش وفيها من المؤشرات وفيها من المستشارين والسوفراء ورق ناصر وفيها من المديرين المديرين المساعدين ومديرين المركزيين ومسؤولين التعليم الجهويين ومسؤولين التعليم والله التنافق ومسؤولين تعرف السيارة الذاتية وتقرأهم وتقرأ السيارة الذاتية وتقرأت فهمهم وتقرأت متفهم وتقرأت تقارير كاملة تقارير الامنية ومعركة دائبنا عن الرئيس معناها التقارير الامنية هذا مهيم جدا ولا بد من يقرأهم كل ليلة يقرأت تقارير الاقتصادية تقارير محكمة الحسابات وبقاءوا تقارير المهتشية العامة للدولة وبقاءوا تقارير المهتشيات الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وبقاءوا تقارير المصادر البشرية وتقارير الوظيفة العمومية وتقارير زين سبكتير ريجونو مهتشين الجهويين مهتشين العامين لكل شيء في كل قطع مهتشين المعادن وتقارير السنيم وتقارير لودية السنيم وتقارير شين قالهم مدقيقين شريكة المعادن وشريكة الذهم وتقارير الاتفاقيات الدولية لأن الله يقرعه لابد من أحد يقرعه من نفسه كرئيس لابد يعود جامعي والله مهندس ولابد يعود عنده قدرة جامعي ويقرع تقرير ويعدل له ملخص ويفهمه وينتقده ويرفض منه شيء والله ما اللي يختار له الواقج يعرفه عنه ويقدروا عدله اللي يعود الساعة اسكري مسكين بحالته على بابه يدور يتم اختروا الواقج يخزوا به شيء محال يواله له له وجه المكشر يواله له له وتم يردوا فيه التحت ويدرب له ويقضوا له ويقضوا له يخرج عليه انقلاب تخرج عليه مشكلات ويقولوا هذا سبب الله يقولوا هذا العشرية الفاسدة خمسية الفاسدة والثلاثية الفاسدة هو لعدل المعاوية وعدل العزيز وعدل الغزماني لهم ما يعسما ولا عنده قام العسر اخير ما كان المصارحة والمكاشفة الحقيقية مع النخبة ودايمة يقولوا لا الفاسدة واليظاهر من المخبه خالقة الأغلبية الصامية نحن نجد الناس المبدية ونجروا الناس الأسفار ونجروا الناس المؤتمرات اللي ما قد تخاطصوا التلفزة شمال الموليتاني الصادقين اللي في الداخل وفي الخارج اللي دور موليتاني تعود دولة ما لا بدهم ما يلودوا شي يوكلوهم من نفسهم يعرفوا عن موليتاني ما ينتقص لحن هم دور يوشنوا لك المجوعة لها من الرزق والرزق قاع ما وشافرهم إذا عرفوا عن رزقهم ذكرهم الترار ورزقهم اللي يوكلوا له يوتهم ويوكلوا شي ينموت وكي الناس كاملة ولها مشافراء اللي يقولون دور موليتاني فاقعهم في قاع عميق ومجروحين جرح شديد أم موليتاني عندها سبع مئة وعشرين كيلو متى من أغنى شراطي العالم وعندها البترول والنحاس والذهب والفضة وغارك الغاز عندها عشر تسع وعشر الغاز القطري كاحتجاطات وهي مازالة تطلب الصدقين لين توقف اللي تشترين بولا يرفدوك ومازالوا الواقع يموتوا كل ليلة في الطب ما يعرفوا حد مالهم بيه اللي ما جاوين في المئة والله ما عمل ليندوه ما ينفع والكانسير الأونكولوجي مشايرة فيها لكانسير والأمور ما هي واضحة هذا ما يصح والسقايب الملبسين التي تركها عنهم عنهم الزي المدراسي الموحط شمال الأمور ذكيفتها هذا ما تقدر الدول التي تم تندار بها هذا ياسم الناس مئات من الناس آلاف من الناس هذا مقلمها شمال الناس لأنها فاهمتوا مقلمها بها اللي فاهمتوا وبيللي سافل شردو والأخرى أضعاف الموريتانية كيف تونس معتumbledع، وما لا يعرض تونس Lucków… لا أهدم تونس أنها عنصر من سياستانيا من منظمة المؤمن هو من الجيج من المؤسسات الدستورية وهؤلاء الدول التي لم ي持 sixty هولندا كان ساعة ملايان الرأس من البقار هولندا تبيع دولة في كل بلد تمام الساعلات وتتبيع دولة الموريتانيا لديها 20 يوانا جائر الأباس مرب optimal والبقار وال pitiful من المريتاني الأسماك المريتاني ليس يتغني أوروبا كاملة عالم العربي كان يتقوم بأسماك في أسماك المريتاني فهما بالك بل 50T من المريتاني public være الحكام الرشيدة نظرية ومنطقية وتتخرجوم المريتانية Latimer ولكن الحاكم الرشيد救 Beach لانتقوم بانداع نظر إلا من رحمة ربما حشوبه مستحيلة يكون لجواحد خارق العادة بق ما يقدعوه جنرال المتقاعد ولا يقدعوه كل المتقاعد وهي أشبه للعادة المسقم وورع واخيرت به ويبات يبكي من خشتي الله ولقد طاق وقية لحد ماهل ومتعدر يصدق خلاصه وكيف عمرو عبد العزيز لا هي بقذلين قال له اختيار الأعوان القدرة على اختيار المهندسين القدرة على اختيار المستشارين القوميين في الأمن القومي الاقتصادي القدرة على اختيار مدير سنيم القدرة على اختيار مدير اير موليتاني هذا ما يقدعوه لطوف هذا لا بداله من يخطره وغيش يختره لأن الدولة مكينة والرئيس ما يقدعوه شكل حكومة ويعوه يعرف الله الثكنة ويعرف العمل العسكري والديسيبليم الميليتار وكيف عدل استاجين والله هلافه في الأردن والله في سوريا والله في السعودية والله في سين سير الفرنسا والله في هذه المدارسة العسكرية ما يقدعوه يفهم الجيوستراتيجيات في الأ tangente ويعاتي يفهم الاقتصاد ويعاتي يفهم التنمية المحلية ويعاتي يفهم تسيير الموارد البشرية الوطنية ويعاتي يفهم صفوة الأجور والمرتبات والمعاشات الوطنية ويعاتي يقرروا أول حال جاهة من السيفي إذا يقرروا ما يقدعو يفهم الطريقة التي تشغل بها لسينيهالي إذلك يختار رئيس اللسينيهالي لا يصلح لها بغيش النقم ويعارفة وبالتالي retrie록 الكركارة المدخるين فيهم يتبادلون إلى السلطة الموليتانية يوقفوا بهم حالية فيهم نفسهم وحالية في الشعب الموليتاني وحالية ومستقبلوا وكارثة عظمى الحكامة الرشيدة لا يستطيع أن تخلق بهذا وإذا كانت المدنيين لم ينبعين وعلى من رؤونهم مزيرا نهدوك مدنيين كنتم التقتلوا خارق المدنيين لا يردوهم تجابروا لا تتفاهم ولا يبدو لكم ترغي وإذا لم يردوه إساءة لحد منكم على اللوحة لأنكم لم يكن في الجيسيبليا وإذا كانت المدنيين لا يردوهم أنفسهم يعني أعينهم جنرال وتو وخارق المدنيين لا يردوهم أنفسهم يتبعوا فلان ذاك اللي يصفق الجنرال اللي تعطيه راقم ولا يرضو الرسوم يعطوه سيرتهم الذاتية المستشار في تماجور يعود إليه يلقاهم بالجنرال والجنرال ولا يعينهم لما وراضين بالرسوم هم هو خالقي موجودين هم يقبلوا لم نعيط لهم حد لا يناقش معهم سيرتهم الذاتية يقولوا لنا ندرك الاقتصال الموليتاني يتحصل حولي ندرك تعدلي بحث مين هو رئيس عسكري موليتاني يقدي يقول لنا عندي عشرين رقاش كلها يقعد وزير الاقتصاد يغير هذا وآور واقلش ندرك كلما يعدلي تقرير مفصل ويجيني يناقشوا معايا يجيني مكتبين مدثلة سواع نشربه خمسي تيايين ندرك ويشرح لي الاختلالات الجوهرية والمسائل والعويصات الكينونية في المنظومة الاقتصادية الموليتانية ونشدانا هو أخبارها بالتفصيل وقاعدين معايا مستشاري اللي خاتر انا من الاقتصاد ومن المالية من هو رئيس عسكري قدي يعدل ذا مسكين بيهلي ما هم تخصصوا له وفحومته لا يقول الاخوتي اللي لو دولي الوزير رايب الان جابي واحد دين ديروتوه مان يقع مدود واحد دين موليتاني يكتصل احلا بدي من قبضه مئة رقاش والله مئة رقاش كلها قديد وزير الاقتصاد ويبحصوا وفحص بالبرئ اللي يعرف عنهم السقمين وعنهم ما يصرقون وانه حاملة هم رايب دين الهم الوطني ولا نوزكي انفسنا ويعدل ذا الوزير المالية ويعدل ذا الوزير العدالة انه رقاش متشبع نفسه من حب العدالة ومن بغضه ظلم وبغض الحيف وانه رقاش ما يبقي يكتل المبانا وانه يبقي يعرف كل المحابيس باش يتعشاوه في الحبس وينقر خمسين والاستين رقاش كله يقدع الوزير العدل هذا هو انقال اختيار الاعوان اللي يتكلم عنه وانه حضرامي في كتابه الاشارة في تدبير الامارة وتكلم عنه السوفة وتكلم عن المناظرين الامريكيين والملاد والروس في كل البلاده والصينيين اختيار الاعوان لا بد منه مشكلة موليتاني الاساسية هي مشكلة الواقج وهذا قلتوا عدة مرات لذلك الموليتاني ما انفسدها ما هو الواقج واللي انفسدها على الحاكم الحكام الرشيد انه لا يخلقه ولانه يخلق الحاكم الاول اللي هو الرئيس يعود راشيز والحاكم الأول يعود رأيجي ما هو راشيز بما أنه هو مسقمه من نفسه أنه عنده القدرة على اختجار الأعوان أنه هو مسقم ومضبوط وصادق وقوي في الحق وعينه ما يقفاه يغير المملي عنده القدرة المعرفية والفهم والحصافة الكافية لعنه يختل حكومة صالحة بل أنه يختل عدة حكومات يعني عنده كل وزير عنده لو عشرة قد يعده باللو ولا غديره الشي في القبائل ولا الجهات ولا في التوازنات ههم الحق أنه يجي الحق وهي المولي ثاني ما هم لا يشوفوا الرئيس اللي بارز عينيه وراسه حبة قاعد يخرص منين يشوف شي خاسري فردل فيه في دقيقة ما مشاولي الحبل نهارهم لول منهو نهار الثلاثين نهارهم لول هذا أنا متأكد منه أثر التلاف في المية عنه منين ينحازق لكل وزير يختر اختيار سليم يعرف عنه قادر على ممارسته عنديك الوزارة منه قد يسجر عشرة منها ويندارته وينخطر المستشارين اللي راقبوا الحكومة الرئيس يأتي مراقب الحكومة هو مالي هذا ما عنده يتالي يا الله توف المهم أنا طولت فيه يا الله توف ينختر موليتاني يطهم لنا تشبر رئيس مدني فاهم يقرأ التقارير وهذا ما هو ضد الرئيس الحاجة لا هو ضد الرئيس اللي ساب قولنا توف العسكري ما يضع عد رئيس موليتاني لا يضع عد رئيس دوليس واشنهي قال الله يوحلف بشي يعني هو توف بشي يعني القادر العسكريين يا الله يوحن عنهم من السياسة ويردوا الحكم بشكل مطابق ومحترم بالمدنيين المصلحين ويعودوا مذيجارين يع cafeteria ما هو حسد والان هو تكاريه وعن هم لا اخوة عن الموليتانيا عسكريين لها ولادها كاملين بدون استهناء وعن المدنيين موي ولادها بدون استهناء أي غير يقدم الأصلح للأصلح ولا هو ضد عليه عودانا ولا أخويا ولا ولعامي ولا هو ضد عود صاحبي ولا ضد سياسة اللي أنا هو متفاهمي ولا كلينا صحرانا هو ولا كان اللي هو أنا هو صحاب ولا كتاجر اللي كتصل literaryAs Machine والله واحد كتصل الصلي وتا لا نعين عليه وزير ولا يعين عليه وزير هنا نصلحت الشعب الموليتاني تقلخ خارية خيمتو بي الفقر والمرض والبوس ونعين عليه وزير به اللي كتصلف ليانا 100 الف بي ولا بيه اللي قريب يعنا ولا بيه اللي فلانا قامت نعين لها فلانا اللي قريبها هذا ما يتكل حد لي مستقر الأولاد الموليتاني وتريكتها ولا ترجل توقولتها ولا يتكل عليه صحة الناس ولا يتكل عليه اللي قضعت فلانا من قبيلة ولا هندروا هو به من القبيلة الهولانية هذا شفيه المرضى اللي في الأطباء بتاكين في الأطباء وشفيه المغتربين من الموريتانيين اللي ما قال لهم يجروا باسبور وقال لهم يعدلوا شي يسبوه وشن هو هذا ما يتوسل آخون بسم الله أنا عن مشكية الموريتانية الكبيرة جدا لمشكية هل واقش مسيّرينها من عند الرئيس الحكومة والمستشارين المديرين كاملين اللي قلت لكم من حدد 150 مدير مدير عام مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات وطنية خالق الله التنواع عن مؤسسات تابعين للدول مؤسسات وطنية كيف تسنين مؤسسات وطنية كيف تسنين مؤسسات عمومية كيف تسندئه صميليك مؤسسات شبه عمومية كيف تسلطات التنظيم سلطات التنظيم وغيرها هذا هو الخالق من مؤسسسينين ما يدالع ليه رجاله وعليات صادقين عينيهم ونفقوتهم يعرفوا اللي يعدلوا من الإصلاح وهم مصلحون القدرة على اختيار الأعوان الصالحين طبعاً مقدار فهم واحد مخطئ والله هنا ما يقدرونه كاملين سراك وكاملين قبليين وكاملين عنصريين وكاملين جهويين ويكيبتبو كاملين التحت ويحضروا بالصفقات كاملين التحت وكيفتهم بفرني سورو بفرني سورو وكلهم بتاجر وقال ما يقدرونه ما يقدرونه تاع أمم المفسدين كانوا خارقين زمن الصحابة وكانوا خارقين عمال الخطأ كم واحد هنا ثلث والله ثلث ثلث مولي ثاني الله كالدور تعود لك الثلية الساحقة الواقج مسقمين ومحترمين وتنتقل عليهم الدول إياك يسجروا ويتولى الجيش حماية حدوده البطنية ويمرق من السياسة كما يمرقوا السهمه من الرمية تماما بعد ما عنده بها علاقة ويطبق القانون القانون اللي ناهي جميع العسكر لإسلاك العسكرية والإسلاك الشمال العسكرية والأمنية والقضاة والله إحراني در تنهاري لصفحتي اللي بنص القانون محرم عمارة السياسة يطبق هكذا القانون يطبق القانون ما يطبقه ما هو حد من يحلف عنه يحمي القانون يعرفه وحالف علاش الرئيس المدني اللي يعقل بنصه بموليتاني إن شاء الله راجعنا ما نموت وينشو هو اللي يعود يعرف مادة دستورية اللي فيها حليفه شنه ويعود فقهيا يعرف انعكاس حليفه شنه ويعود أخلاقيا يعرف انعكاسه ويعرف عنه مصور بالصوت والصورة وأن الله تبارك وتعالى مسجلوا عليه وعنه مسؤول عنه أمام الله وأمام الناس وأمام الوطني وعنه 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 كل وزير من يختلوا الإمعيار ما هو صحيح انه سيكتبوا في صحيفتهم في الآخرتي و سيحاسبوا عليه في الدنيا يقصد هو من نفسه علميا يعرف انعكاسات اختيار وزير فست والله وزيره ما عنده مستوى شي سوشن هو والله وزيره ما عنده مستوى ما قطعه في شيء خبرته ما يناغع يعرف حد أنه يجد الوزارة أنه وقعرها بها وقعرها بها هو ساكرير ياسم الناس مسيكين ندار الوزارة هو خسرت مسيرت ياسم الوزارة والذي يعينه زمن العسكر زمن شب العسكر للديمقراطيات الفاسدة السيكين يخسر ساكرير وما قطع على الشف سيرفيس وما قطع على رئيس مصلحة وندار السفير وعاد دائما شاكله يضع على الوزير وما يصلح لها أصلا ما يصلح أصلا يعد مدير قائعة ما عنده المؤهلات العلمية والمؤهلات المهنية والتجربة الكافية الناضية يجد يعينه شباب وزارة مين مشكلة خالقه العالم يعني عرى وزارة علاش والمضرب منهم شن هو وشن هي رمزية تلاك وشن هي الخطوات اللي يالله يعدله وما هو الوصف الوظيفي وما هو حقوق الوزير وما هي صلاحياته وإن تتوقف صلاحياته وإن تبدو صلاحيات الوزير وما يذائف عنه مستشاروه إلى خير إلى خير إلى خير كثير من الأمور كثير 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 معنى هذا خاسر وإنها خاسرة من فوق والسمكة تفسدوا وتتعفنوا من رأسها كما تعلمون إذا موليتاني ما عندهم الحل ما هو قيام دولة العدل المؤسسات اللي سمينا عليها نحن اتلاف دولة عدل المؤسسات لا ينترشفوا في انتخابات رجائية لخلقته بالشكل اللي طائب ومطالغ ولا ينشروا أصوات بالفضة ولا يندعوا الناس وينقنعوها بهالفضة قاع ما هي عندنا مال ما قطينا أصراقنا على أحد مال الدولة الحامدين الملانا ولا نزكينا منفسنا ولا قطينا ولا أطلب ولا أطلبنا أحد ولا نبتز الزراج والأعمال ولا بينا مشكلة مع أحد لا ينترشح وإن نجحنا نجحنا كان الله هو لا يزال نحن مولينا هو أحد ما عده نية أنه يصلح من أما يجبرها معنا لا يكون الخير فيه أحد ما كان يدورش الراسه من أما ينجح بانتخابات والله ما يعينه بضيجها ما يشينا عنده ما يبكيه سلقوا مولانا منه إذا ما نجح فيه بذرجة هدو حقيقة ولا نجح الواية عادية جدا يستراحي يعرف عمولانا لو حمنا إذا عاد الصيد دور شوية متشايبتي في فم وعنده شي من حول النفس ونقول هو ما هو قائلها ويختير اسكي واخيرت ومسير البرزيدان ومسير الدبيتي ويدور شوية الصفقات والروق ومشي في بيروهات وطلبتها صنص أحلى كنين ما نجح ما يتمونك حتى يقول الحزن بارش رحني وانا لين الشق وانا مغاضي بياللي ما قبيلتي ما وقدمتني ولا وقدمت لكن مع انه ما ينفع هو ذاك مع انه هو ذاك أفوه ما ينفع خير ما ينجح هاي الحقيقة وراني انا عن حد قاع محض اللي ينقلوا النية الإصلاحية يقولين ما يعين يا الله يباة صهران يطرموا يحمد مولانا انه ما يعين وإلا عاد مقدم رأس الله لانه قدي يصلحش قرن للدولة والله يصلح فيها بليدة والله بيروه والله جواية ولا يجبرها يحمد المولان يقول عني تقدمت فاعدانا بسبيل الله ولا ريته والحمد لله والله قدمت الانتخابات اللي نجحت فيها لأن ظروف الانتخابات التي تعدل بها ما تنجح نوعين للناس والحمد لله رب العالمين ومنهم اللي ينجح تصبح واجبة لي ويالطوية تبارك مولانا المول واضحة جدا صريحة واضحة جدا المولي تاني مشكلة الحكام الرشيدة الحكام الرشيدة لا تصحي إلا بالحاكم الأول الرشيد اللي هو الرئيس والرئيس اللي هو الرئيس اللي هو صالح اللي هو أنت ومسقم وتخصصه يسمح له شيئا ما لكنه اللي هو عد مدني يقول لي خالق 200 و 26 دول في العالم أكثرية هذه الساحقة 190 مناحة كمينها مدنيين انتم لا تكتشفوا شي جديد مولي تاني ما يرضي حكام هم مدني عد متين وعد صالح يحترم القوانين والجيش يتولي حماية الحوزة الترابية يكتم الدولة خالقة الجيش يحمل جمهورية مفوك وقسبتها مفوك مقرد يهو هذا ما خالق شيئ شبه منه هذا المهم جدا النقر تسييره من داخل لا يعنيه وليس من تخصصه وليس من تخصص الضباق ولا الجنر ولا يمكن أن يعرفونه وإذا دخلوه فسدوا وأفسدوا هذا هو اللي خالق عارض مولي تاني اللي هو اللي ناقع فيه مولي تاني وارك ما قد يختر وزير به ما عاره ما اختروا على اي اساس ما قد يختر مستشار ولا مكلم مهمة ما عاره ما اختروا على اي اساس ما عنده المؤهلات انه قد يختروا حتى الى عادل اللي انت الى عادل اللي ما انت ولو مسقم لا تسعى عن ذلك لي الحقيقة راجعين عند الله تبارك وتعالى عنه يانه مولي تاني يسر لها صادقين ومصلحين في كامل في السلطة كاملة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والصحافة وفي المدونين وحتى كامل عنده كلمة قد يفيد بها رقاج ولا يصلح بها الشيء عن ذي الناس ينبرزوا منها ينبروا منها الواقيش صادقين ذا اللي يقولوا هو هو اللي يقولوا التحت يجعلنا وياكم منهم وعنهم يدوروا الاصلاح للدولة الاهية ويدوروا يسقموا امورها ويدوروا يمشوها على حبل العدل والقسط واللي ما هو يعود معصوم الخطأ يغير يعود اكثريته صالحة اكثريته التهذيب الوطني صالحة اكثريته الوزرعة صالحين والله ما يخلق هذا اخصيموا لكم بالله ما يخلق ذهما افطنتلوا سبوعكم الول دور تفطنوا له جمع مباضيت ودور تفطنوا له محاربة الناموس ودور تفطنوا له في المواد الغذائية المنتهية الصلاحية دور تنسحب العجلة ودور تفطنوا لأطباب منهم على تصغير من حالته ومع الأطباء اللي يطلعوا في الوقت ودور تفطنوا عن صيدريات عاد وصالحات ودور تفطنوا له منهار الول لا تقولوا حانو مئة يوم ينين يوقف الرئيس الصالح المصلح الصادق القوي الذي عنده القدرة على اختيار الأعوان ضاملكم عن الأسابيع الأولى يقوم تفرديل من الأسابيع الأولى تقوم الدولة ذيكية ما شبهها مثل شناعة الإخسارة اللي واقع على هاركتي في جميع الميادي الدور يبدأ الصيد البحري يتحسن وقدرونها تعود وماتها ويرقعوا وقدرونها صالح الدور تفطنوا لأمور تشعشع من كل جهة منين الصيد يخرقوا الأعوان يخرق الرئيس اللي يختار حكومة صالحة والحكومية يقول يصليها هذا اللي لا كي الشجرة هو مملي والفساد اللي كي شجرة عدوا الفساد من فيجار يعود رئيس ماهو صالح والله لا يصليح للسلطة ويعين حكومة ماهو صالحة ويكون حكومة عيدوا من المستشارين ماهو صالحين والسوفراهم ماهو صالحين وتماشرين يعود بلانتون ماهو صالح يعود التاجر الماتهو صالح به اللي خايف من المدير يعود رجال الأعمال في الصالح Silicon Valley ويخايفهم من وظيهم العموية وخايفهم من الشغل وخايفهم من الضرائب لأن يعود الضرائب فاسدين يتأقلمون على الفساد الموجود ويصبحها نيكو سيستم منظومة ذاسدة أيضاً نفس الشيء في صلاح نيني جرائي صالح نيني جرائي صالح مباشرةً الحكومة تطلع صالحة 99% يبقى لها مش الخطأ البسيط الحكومة والوزارة هي عيون مستشارين من نوعهم صالحين ذوك له هي عيون مديرين الشابهون من نوعهم من يمهم وهكذا نينية الحكشف دي بارتما رئيس المدير المدير العام المدير العام المستاعي محافظة بنك المركزي مدير الضرائب الخازن العام للدولة هذا كامل الله يعين من نفس السلسلة الذهبية يعين رئيس المصلحة ويقوم تفرديرته ويقوم ذو واضح يقوم الدولة ماشا حالاً ما قطعوا ذنها الحق ويقوم القوانين يطبقوا به له وزير العدل ما هو لادح والقضاء الجالسين ما هم لادحين منه العدالة ويقوم تطبيق القوانين عدد يوثق ويعضد ويقوي بعضه وبعضاً أيضاً فساد نفس الشيء فساد ضرك المنتشر بالدولة يقوي بعضه وبعضاً ويحارب الإصلاح بشكل منتظم بشكل تلقائي ويحارب النساد هذا يرضى أننا نحن في المولاعة هنا نخبة والله قائل بنخبة ويقوم يتأكدوا عن الدول الموليتانية ما فيهموا التصلح ما حد حاكمها عسكري عسكري يعمل إعود متعدل يعمل إعود يهوقي به يعمل إعود يحجع يعمل إعود وخيرت به يعمل إعود مسقم يعمل إعود الخيمة كبيرة يعمل إعود من كذا ويعامل إعود من كذا ما ينفع فيها لأنه موت خصصولة يعني ولقد يقتل الوزراء والمستشارين والسفراء والمتخصصين ويقتل رجال العمار ويقتل الناس العدلة في نفس الوقت كاملة جيدة لا تصح إذن لا بد من يرجع الحكم المدني القوي ويتولى تسيير شؤون الدولة الداخلية ويرجع الجيش تماما وقادته الجيش كاعي ويلو ما هم قادة الجيش اللي حاكمين باسمه هو ما يعطيهم تفوط وحاكم باسم الشعب وهو أبعدا من ذلك أن يعطيهم تفوط يردوا الأمور إلى أهلها يرجع المظالم إلى أهلها الشعب الملتاني الارتدل الحكم مع أنه يرتد النخبة منه صالحة وقال يلا يدروا حد عنده بعد 20 ولا يدروا فيلسوف ولا ثقيه ولا حد عالم علم ما هو عادي خصص يقدروا حد يعد فاهم وتوري اقتصال يعد اقتصال يعد وزير التهريب عنده مقاربات في التهريب يعد وزير الصحة عنده فهم عميق في الصحة وعنده مقاربات فيها وهذر قاموا حاضرات في الموضوع وعنده وجهات نظر ناهضة في الموضوع إذا عادل منهل زينبو يقول للناس أنه يعرف عن جمع الإتاوات وجمع الضرائب بمنوعية معينة وعنده مقاربات إصلاحية في الفهم عميقة جداً في أخبار الاقتصاد إذا عادل منهل تخطيط الاستراتيجية عنده مقاربة التخطيطية وهكذا يعني وزيرة المرأة يردت أنه عندها مقاربة فهم المرأة الموليتانية وفهم حاجيات المرأة الموليتانية وحقوقها وواجباتها وتطورها وزيرة المرأة والإجتماعية يردت عنها نظريات كبيرة معروفة من شرع ذلك يقول له الأسرة الموليتانية والنسيج الاجتماعي وزير العدل يردت أنه يشبع من العدل هو من نفسه يعني يعرف الفرق بين العدل وبين المساواة وفاتقلف فيهم ربما تأهليف وزير الخارجية عنده مقاربات إصلاحية فيهم القطبين وفهم الغرب والشرق وفهم الثقافة الصينية والثقافة الإمبريالية والعالم العربي والمغرب العربي والمشاكل الاستراتيجية في الساحل وفي قرن إفريقيا وفي الشمال الهندية وفي شفل الجزيرة الهندية وفي السم والتراء خارجين موليتانيين خارجين نحن بدون نجبرهم ونبدون نجبرهم في الخارج والداخل يعني ما ملوقد لهم ولا مقبول طريقة الواد لهم ونبدون نجبرهم ويندرهم لوتهم ويعدروا تصلح موليتاني وهذا ما هو حلم ولوه مستحيل ويا الله نفهمه هذا ليس يجوز عقلا موليتاني بيهم شدة الإخسارة صلاحة سريعة يغلل لابا الواقيش ما هو بالقانون بالقانون ما يطلق ما هو اللابا الواقيش من عند الرئيس ينقبال الرئيس اللي يفاهم ذا ويصالح له ويصلح له ويجد يمارسه ويجد يختروا الواقيش كيف تو فقط ولكن لا يجدوا لجنرال المتقعد فأنا قالي إنهاركم الله لك لنجبركم جنرال المتقعد واخر عام الفين وارفعة وعشرين وجبوه يدروه وزير دفاع مدل زمن شوي والله يدروه في الوين عرشني ويقول لكم رشحنا وهذا رئيس جديد يقول لبير الدافع تحته ويقول لبير الدافع تحته سفاريبلو تيقى المصار لذي ترجع لكم الرؤية من جديد ويبدأ ذا من جديد تبدو تتكاركرو من جديد والحملات والإذاعة والتلفزة اللي خالق لديهم ردوا من ينتصنتون لهم ردوا موليتاني وردوا تلفزتها من ينتصنتون وتشكونكم في الثمانينات بالله عليكم من ينتصنتون لها واننام سمعت الردوا مع الصبح بالصدفة قديت ردوا الوطن سمعت ردوا موليتاني شكيت عني عاملو الساعة عمية وخمسة وثمانين والله بعض وثمانين هو يروبورتاجات بالأصوات المبحوحة نفس الأصوات اللي مبحوحة هو قد الرئيس وقد فعله كلام ومدرر للدخل والركب وما شاء الله المواطنين ذريحين ويرحبون ما فعله الرئيس جزاه الله خيرا وشي من الأمور التي منذل العفا عليها الزمن يشترونها بل ما عندهم شوها بضاعتهم كاسدة لذلك نحن في ائتلاف ذو تعدل نقول عن موالات مع احترامنا للأشخاص عنها في العموم فاشلة أخلاقيا مصاب بالإفلاس الأخلاقي معارضة الموالات كاملة التي تخلق منها تدور في فلك النظام ولا يعنيها مستقبل الشعب الموليتاني نهائيا ليست مهتمة به لذلك تدور في فلك الحاكم يسوه من هو وتنعمل على الباطل وتصفق عليه وبالتالي موغي له ذلك التملق والنفاق الأعمال بيالي كل هذه دور هو وزير الله الرئيس الله منتخب والله قبيل تراضي عليها الله شوي الصبح وافي قال ما قديروا شيء في الصرف الصحي بعد عشرين سنة الاكتفاء الذاتي موليتاني مستقبلها مقام موليتاني ومنزلتها في العالم العربي في العالم الإفريقي في العالم ما يخالق ما يخالق المعارضة كذلك تبين أنها ذاشلة وكنا نقلوها منذ سنوات أنها ذاشلة إلا من رحم ربك يا أسمن المعارضين والله المختار ولدد والله ما يبقي كفنا والله لا يبقي لجهة الهلانية لا يبقي للقبلة والله ما يبقي للسح والله ما يبقي في الشرق هذا ليس معارضة بالكم يح Cordy ولا ينفع ولو شيء ولو جلوزية ياسم المعارضين الفضيلٍ يبقي تمين قال له هو سيد الرئيس رئيس الحزب والمعارضة شاكلها مشروع سياسي عن حد معارضين ذا مشروع سياسي في حد ذاته هذا ليس مشروع عن سياسي هذا مشروع ذشل سياسي ذريع رغم أن بعضهم ناضل وبعضهم على ذريع سمشي لذلك ندعوكم النهضة جديدة يقضة جديدة عتاق مبيعات جديد الطبقة السياسية جديدة تقودها الأغلبية الصامتة التي لم تكن مرس السياسة وتنفض عنهم الغبر في الانتخابات كاملة جاية وتحق الحق والطريق ما هي إلا انتخابات جاية انتخابات قد ما تخلق إليها مهمة انتخابات الجاية ولا يكدوا رأيها لإحقاق أن يحكم رئيس موريتانيا رئيس قوي ذاهم الإشكاليات الأساسية اللي مبلوكية موريتانيا وعنده لا يعودة لا مدني لا يعودة لا شخص مدني لأن العسكريين يصيبوا لحماية الأرض لحماية موريتانيا يصيبوا لقادة العسكرية المؤسسة العسكرية لا عندها مشكلة القادة العسكريين يصيبوا لحماية الأرض الشاسعة من مليون كيلومتر زايد ويعطي لهم العدة والعتات ويندالوا للحدود ويقردوا موريتانيا يقردوا معها ويقردوا ذهبها ويقردوا غازها للجهة ويقردوا الأمن الموريتاني ويقردوها عن الإرهاب ويقردوها عن الأطماع شمالا وشرقا وجنوبا ويردوا الكتلة مدنية من الناس أنتم عنها ما تحقل الفلقاش قيل لكم أن ينقبض الفلقاش صالحة وتنبث مفاصل الدولة الموريتانية في الحكومة في الوظائف شبه الوزارية وفي 150 وظيفة مدير عام المؤسسة الحكومية يدور يبدأ سراطة التنظيم والخطاع العام بصفة عامة يدور يبدأ إصلاحهم باشا ويقردوا ما يجد يخلق أبدا ويقردوا تقارير ويقردوا تقارير ومطلع لها وواعي مصاب بيقظة شديدة جدا ومتابع الأمور بالتفصيل ويعين الوزارة علىها كالأساس وعندهم مش من الشغل يحيق رهيب هذا هو اللي والله أعلم هو اللي ظاهر لي عنه تبدأ بيهموريتاني تقوم شوي ويصبح القانون ويطبق حافرا بحافرين قانون ما هو قاد يطبق ينقلع وتوف عيض البرلمان يصوت عليه عدد القانون الثاني الأمور مبولقة واضحة ولا مخزيف حد هذا من المعدل لا يتبقى موليتاني يتمشي للطريق ما معدل رأنا قلناها بعد شهادتون إلى ربنا ومسجلون إن شاء الله من أن ينمحون معذرتون إلى ربكم ولعلهم يرجعون قلناها اللهم ما ذشهد اللهم ما قد بلقت اللهم ما ذشهد حياكم الله وارجوا التوفيق الموليتانية والتوفيق المؤسسة العسكرية ومؤسسة المدنية وعني أخذك حكم مدني جديد قوي عادي دي كومبلكسي يسير الدولة وتوف والجيش حامل حماو والجمهورية ماشية ومستقيم والانتخابات تخريب والقابلية ما هي خالقة تلات وإنها تعود دولة واحدة هي قبيلة هي منفسها متينة وتعود الناس ماشية في الإصلاح ومن بعدها عن النفاق والتملوق وعدم تسمية المورة بأسمائها وتعود الدولة دولة حقيقية والله مالي معنا خزوا بروسنا فرشوا عندنا الزمن الإمارات البائدة والحرب السيبة والفيافي والله وحلونا مدفشي حق وتوفي نعود مسلمين حقيقية نقولوا ما نفعل ونفعلوا ما نقول حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء قريب يوم الجمعة الجاية ربما إن شاء الله